شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فأتن فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة يدور حول الثبات ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصلين الفصل الأول ثبات الفرد والفصل الثاني ثبات الأمة مقدمة قصيرة كثير من الأفراد يظنون أن الناجحين في الحياة كانوا أفرادا استثنائيين كانت لهم قدرات استثنائية ذاتهم تختلف عن ذوات الآخرين المواهب التي امتلكوها كانت تختلف عن المواهب التي امتلكها الآخرون طبعا كلامنا في هذا الحديث يدور حول العظماء الطبيعيين لا الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك لهم حديث آخر ولهم بحث آخر هذه النظرة إلى الناجحين تنعكس سلبياً على نظرة الفرد إلى نفسه الفرد عندما يرى أنه لا يملك قدرات استثنائية يشعر بالضعف ويشعر بالإحباط ويشعر وهذا أمر خطير بالهزيمة الداخلية الهزيمة الداخلية أمر خطير جداً لأنه الفرد إنما يتحرك بروحيته الروحية هي المحرك المعنوية الرفيعة هي المحرك إذا فرد فقد المعنوية وفقد الروحية وأخذ يشعر بالهزيمة الداخلية الله تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب مع الأسف أغلب الأفراد الذين نراهم يعانون من هذه الهزيمة الداخلية والإنهيار الداخلي أنتو ضموا هذين الأمرين أحدهما إلى الآخر وشكلوا قياساً منطقياً أو شبح قياس منطقي أنا لا أملك قدرات استثنائية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية الناجحون يمتلكون قدرات استثنائية هذا قياس من يا شكل قياس منطقي من الشكل الثاني حيث يكون الحد الأوسط محمولاً في كل من الصغرى والكبرى شرائط القياس المنطقي أيضاً مجتمع اختلاف القضيتين في السلب والإيجاب وكلية الكبرى أنا أو اجعلوها في دائرة عامة الأفراد العاديون لا يملكون قدرات استثنائية والناجحون في الحياة يملكون قدرات استثنائية احذفوا الحد الأوسط واجعلوا الأصغر موضوعاً في النتيجة والحد الأكبر محمولاً في النتيجة ما هي النتيجة؟ فإذن أنا لا يمكن أن أكون ناجحاً في الحياة أو أنا لست ناجحاً في الحياة هذه هي النظرة الواقعية التي يحملها أغلب الأفراد تققوا في المجتمع أغلب الأفراد يحملون هذه النفسية وهذه الروحية ولذلك ينطبق عليهم بشكل دقيق قول الله سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزار أفراد ما عدهم معنوية ما عدهم روحية ما عدهم أمال ما عدهم طموح ما عدهم تطلع ما عدهم انطلاق هذه الهزيمة الداخلية تنعكس في شكل هزيمة خارجي ولذلك تشوفون أغلب الأفراد لا لون لهم ولا طعم لهم ولا أثر وجودية لهم أثر وجودي ما عدهم عندما موجود ما إلى أثر وعندما يذهب لا يحدث هناك شيء ولا يحدث هناك فراغ ولا تحدث هناك ثلما ما كان له أثر وما كان له دور في هذه الحياة نحن يجب أن نتساءل هل الناجحون في الحياة كانوا أفرادا استثنائيين في قدراتهم البدنية في قدراتهم العقلية في قدراتهم الروحية التجار الناجحون أفراد استثنائيون الفقهاء الناجحون أفراد استثنائيون المدراء الناجحون أفراد استثنائيون النحويون الناجحون السياسيون الناجحون أفراد استثنائيون الشيء الذي يبدو لنا أن الذي يميز غالب الأفراد الناجحين عن الفاشلين في الحياة صفتا الصفة الأولى الصورة الذهنية التي يحملها الناجحون والفاشلون عن أنفسهم أكو هناك كلمة جدا لطيفة تقول قل ماذا تفكر أقول لك من أنت نظام القناعات أو القناعات شنو قناعتك نمط قناعات الناجحين حول أنفسهم ونمط قناعات الفاشلين حول أنفسهم تختلف ونظام القناعات قضية مهمة جدا في تقرير المسير وفي تقرير المصير بل في تقرير كل خطوة جزئية من خطواتنا لذلك بين قوسين أذكر يقولون إحدى الأشياء الخطيرة جدا تحطيم نفسية الطفل في العائلة طبعا هذا ينسحب على كل أفراد المجتمع الأم عندما تقول لابنها أو بته أنت أي شيء ما تفتهم أنت ما يمكن توصل إلى أي مكان هذه الكلمات هذه الكلمات المتداولة عندنا في عوائلنا في بيوتنا في مجتمعنا تدرون تدرون هاي الكلمة تروح 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 إلى عقله الباطن يمكن هذه الحالة هذه الحالة يقول ولا تنابزوا بالألقاب لا تطلقون على فد واحد لقب سيء هذا مو فقط يعبر عن رذيلة أخلاقية هذا يحول الفرد إلى فرد فاشل في الحياة الأفراد غالبا روحياتهم ضعيفة تحطمهم الكلمة بعكس هناك بعض الأفراد اللي يعدهم طبيعة التشويق وطبيعة التحريض وطبيعة الدفع وطبيعة الحث الله تعالى يقول يا أيها النبي حرّض المؤمنين في تلك الآية تحريض حث عندما تقول للطفل أنت الأعلى يجب أن تكون الأعلى هذا يدخل في نظام قناعاته وفي كيان النفس والروح في حياة دائما يتصرف بمنطق أنه الأعلى العلو المعنوي ليس بمعنى الاستكبار وأنتم الأعلى هذا هو الشيء الأول الذي يميز الناجحين عن الفاشلين الصورة الذهنية نظام القناعات الشيء الثاني هذان جناحان يطير بهم الفرد يكمل أحدهما الآخر الشيء الشيء الثاني الثبات والمواصل أن لا يقف الفرد أن لا يتعب حتى الأشياء البعيدة الأشياء التي تبدو مستحيلة واحد يتابع ويتابع الأفراد الناجحون في الحياة عندهم صفة المتابعة والثبات الأفراد يدخلون في أي مجال من المجالات باندفاع ولكن شوية شوية هذه الحركة تضعف وتضعف إلى أن تنتهي إلى التوقع طلاب العلوم الدينية من الذي ينجح فيه الكثير يدخلون في هذا الميدان بعد عام بعد عامين ثلاثة أعوام يمكن بعضهم يشعر بالضعف الضعف النفسي قد يكون عبقري أيضا قد يكون نابغة النوابغ أكثر عرض لهذه الحالة فيتوقع بينما ذلك الفرد حتى إذا كانت قدرات محدودة ومتواضعة الذي يسير باستمرار بالنتيجة يصل بإذن الله إلى الهدى رجل عمره ثلاثون كما تذكر كتب التاريخ في الثلاثين أو بعد الثلاثين يفكر على أثر قضية بأن يكون طالبا من طلاب العلوم الديني بعد الثلاثين كيف يتمكن يمكن نعم يمكن ذهب إلى شخص قال علمني أنا أريد أتفقه في الدين قال مضى عمرك العمر قد مضى ومي في ذلك روح على شغل آخر فألح عليه فعلمه مسألة واحدة قال احفظ هذه المسألة من سطر واحد راح إلى البيت وأخذ يكرر تلك الجملة مئات المرات في اليوم الثاني اجي الأستاذ قال ما هي المسألة فذكر المسألة بالمقلوب فضحك عليها التلاميذ الأستاذ شوقه ونهر التلاميذ هذا من ثلاثين إلى عشرة أعوام كان يطلب العلوم الدينية ولم يفتح عليها عشرة أعوام هذه قضايا واحد يقولها إلى الأربعين حتى أصابه الملل والضجار وخرج إلى الصحراء وهو مهموم مغموم شاف في الصحراء ماء قطرات ماء تنزل من مكان عالي على الصخرة الماء جدا لطيف والصخرة قوية ولكن هذه المواصلة والمتابعة رأى أن هذه قطرات الماء أحدثت حفرة في تلك الصخرة فقال إلى المدينة بعد الأربعين أو في الأربعين وأكب على طلب العلم وأكب حتى تحول إلى واحد من كبار علماء عصره اللي العلماء في عهده كانوا ينظرون إليه بالغبطة والإكبار سكاكي وعنده كتاب مفتاح العلوم يحتوي على صنعش علم هذا الكتاب وبعض كاتبين إنه لم يأتي من زمانه إلى هذا الزمان من يضاهيه في قوته العلمي بعض كاتبين إذا هذه مبالغة بعض المؤرخين كاتبين إذا مبالغة هذه فالرعيل الأول هو هذا الرجل الذي لا يتمكن أن يحفظ مسألة واحد من سطر واحد لكن يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى مواصلة يحتاج إلى تقيد ذاكرين في أحوال أحد العلماء لعله الشيخ أغاب زرق الطهران ينقل هذه القضية يقول العالم الفلاني كان يدرس في النجف خلال 13 عام لم يتخلف عن الدراسة ولا يوم واحد إلا يوم واحد 13 عام والسبب في ذلك أنه ذهب من النجف إلى بغداد لقضية وكان محدد أن يعود إلى البحث ولكن على أسر عارض ما تمكن أن يعود 13 عام لم يتخلف ولا يوما واحد ذاكرين في أحوال أحد العلماء لاحظوا الهم ولاحظوا الروحية ولاحظوا النفسية أنه كان هناك كتاب يريد أن يحل مشكلاته العلمية هو كان في شيراز ذلك العالم عكف على الكتاب لحل مشكلاته العلمية ما تمك فسافر من شيراز إلى إصفهان وإلى قزوين حتى يرى علماء هاتين المدينتين لحل هذه المشكلات العلمية لم يتمكن علماء إصفهان وعلماء قزوين أن يحلوا كل تلك المشكلات فسمع إن هنالك عالما كبيرا في بغداد بحر من العيل يقال له نصير الدين الطوسي هذا البحر من العيل فسافر من قزوين إلى بغداد والتقى بنصير الدين الطوسي قال أنا عندي مشكلات علمية في هذا الكتاب أريد أن تحلها وذلك الوقت نصير الدين الطوسي كان وزيرا أو رئيس الوزراء في بغداد قال تعال إلى بيتي راح إلى البيت وحل له جميع تلك المشكلات نصير الدين الطوسي كان أعجوب في حياته في علمه في تاريخه في حركته القضية تحتاج إلى ثبات تحتاج إلى مواصلة تحتاج إلى متابعة تحتاج واحد ليتعى ويواصل الطريق إلى النهاية الفصل الثاني ثبات الأم وبالذات عندما تكون هذه الأمة في منعطفات مصيري هذه الأمة تحتاج إلى ثبات الله الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول يَا أَيُّهَا الآن مَدِينَ ثبات المجموع القليل المجموع القليل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله المسلمون كلهم هربوا لولا ثبات هؤلاء الأفراد القلائل الإسلام كل كان منتب هذه الدقائق حسمت مصير الأمة على مر التاريخ إلى يوم القيام أحيانا في حياة الأمم أيام أشهر تحسم المصير إلى النهاي في هذه المنعطفات الأمة يجب أن تقف المجموعة القليلة الفئة القليلة يجب أن تقف العجيب أنه بعد غزوة أحد راجع التواريخ المسلمون الذين ثبتوا خرجوا مثخنين بالجراح وبالذات أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثخن بالجراح لأن أنتوا أفرضوا عشرة أفراد مثلا الأعداء يحيطون بهم من كل جانب المعركة انتهت المشركون ذهبوا وهزموا المسلمين في الظاهر هزيمة منكرة في منطقه بعدين بعد ما راح أبو سفيان قال للجماعة إحنا ليش رجعنا إحنا هؤلاء المسلمين أثخناهم بالجراح ولم نبقي منهم إلا مجموعة قليلة شردناهم إحنا كنا نقضي عليهم فلنرجع إليهم حتى نستأصلهم جميعا فرجع أبو سفيان ورجع المشركون وهم منتصرون بحسب الظاهر في منطقه النبي صلى الله عليه وآله بلغه هذا الخبر أنه المشركين دايجون فجمع المسلمين وقال المسلمون مثخنون يجب أن نهاجم هؤلاء قبل أن يهاجمون ولا يأتي معنا إلا من كان به جراحة اللي هربوا من المعركة الذين لم تكن بهم جراحة خلي يذهبوا لي جنويان المجروحون يأتون معنا الله تعالى يمجد هذا الموقف ويقدر هذا الموقف ويقول في سورة آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح مثخنين بالجراح ولكن النبي يقول لنهاجم الأعداء قبل أن يهاجمون في عقر دارنا ذهبوا وصلوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد أبو سفيان سمع أن النبي صلى الله عليه وآله وجماع جايين ليهاجموهم هذا يقال له في منطق اليوم لعله الحرب الاستباقية يعني هو دا يهاجمك أنت تهاجم قبل ما يهاجمك في مقرك وفي دارك فدخل في قلوبهم رعب شديد اللي يتبين أنه هؤلاء جاءوا يتبين جاءهم مدد أو كذا فهربوا جميعا إلى مكة المشركون وأبو سفيان يتحامل على جراح إذا المسلمين في ذلك اليوم شوي الضعف كانوا يبدون لنتهى الإسلام ولم يكن يعبد الله سبحانه وتعالى فوق ظهر الآر أتباع أهل البيت على مر التاريخ إذا ما كانوا يثبتون التشيع ما كان قد وصل إلينا هذا من أجلاء الروات هارون الرشيد أخذ وسجن حتى يدله على أسماء الشيعة في العراق قالوا قالوا لهارون إن هذا يعرف أسماء الشيعة في العراق أتباع أهل البيت فأخذه وصادر كل أمواله لأنتاجر كان ابن أبي عمير وسجنه على ما ببالي يمكن حوالي 18 عام كان في السجن ابن أبي عمير وكانت هناك خشبة للتعذيب خشبة فيها مسامير ظاهرة كانوا يعذبون السجناء بهذه الخشبة ذاكرين أنه كانت الضرب الواحد كافية لكي يغمى على السجين ضربة واحدة كثير من السجناء كان يغمى عليهم بضربة واحدة نحن نسمع سجن وتعذيب ولكن من لم يدخل السجون وماذا قد تعذيب لا يمكن أن يفهم ما هو معنى السجن وما هو معنى التعذيب فضربوه على فترات متناوب ألف خشبة من هذه الخشبة ابن أبي عمير ما كان بشر ما يتألم ما عند أعصاب كاد أن يضعف في السجن تحت هذا التعذيب وإذا بهاتف يقول له اتق الله يابن أبي عمير الهاتف كان صوت محمد ابن يونس ابن عبد الرحمن في نقل اتق الله يابن أبي عمير وفي نقل آخر اذكر موقفك بين يدي الله فقويت روحيته وثبت وخرج من السجن بعد تلك المدة الطويلة ولم يعترف بكلمة واحد إذا هذه المواقف ما كانت إذا هذا الثبات ما كان لن تهى مذهب أهل البيت ولن تهى خط أهل البيت من زمان بعيد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح واحد يجب أن يتحامل على جراحه لا يستسلم هذا هذا حتى في النواحي الشخصية واحد في أشد حالات المرض يجب أن لا يستسلم يجب أن يقاوم واحد يجب أن تكون عنده روحية المقاومة شايفين بعض الأفراد يطعنون في العمر يستسلمون للمرض والشيخوخة والضعف يوقع يسقط بالبيت وبعض الأفراد إلى اللحظة الأخيرة يقاوم المرض والضعف إلى اللحظة الأخيرة هذه حالة مهمة روحية المقاومة في الحياة الوالد رحمه الله كان ينقل من قديم يمكن قبل ثلاثين عام هذه القضية مجملها شبحها أنه واحد شاف رجل طاع في العمر لعله على ما ببالي أبو الأسود الدؤلي شاخ وطعن في العمر وهو يذهب إلى العمل قال له أنت شيخ كبير ليش تروح إلى العمل أنت لازم تقعد في البيت جاء فد واحد إلى الوالد رحمه الله فسأله الوالد أنه شنو تشتغل قال أنا متقاعد فقال له الوالد لا تقاعد في الإسلام تقاعد ما تاجر إلى اللحظة الأخيرة لازم يتاجر عالم إلى اللحظة الأخيرة لازم يواصل العمل المجدد الكبير صاحب ثورة التنباك يقولون كان في لحظات الاحتضار وكان قد أغمض عينه الحاضرون شكوا أنه هذا ميت أو حي طالت هذه الحالة مو معلوم ميت نفس نبض لا يدل على شيء مثلا علائم الحياة مو موجودة فيه فقالوا حاي ميت شنو نعمل ما وظيفتنا ابن قال أنا أعرف الحال الحال أن نطرح عليه مسألة فقهية فأجي قريب مننا في أذن أخذ يهمس أنه ما رأيكم في المسألة الفقهية الكذائية أظن أن المسألة أن الطعام المحترق أكل حلال وحرام مثل الخبز محترق فأخذت شفت المجدد تتمتن في تلك اللحظات أنه هذا أي عنوان من العناوين الفقهية ينطبق عليه إذا كذا فكذا وإذا كذا فكذا حتى في لحظات الاحتضار ما كنت قال قال له لماذا تعمل أنت لازم تستريح الآن أيام راحت أقعد بالبيت في قضية ذاك الرجل قال أنا إذا أقعد في البيت حتى هذه الشات أو شبيه شات حيوان آخر بعبارة أخرى طبعا تحتقرني بعبارة ثانية واحد ما لازم يقعد في بيته واحد يجب أن يكون مقاوم حتى إذا كان في أشد الحالات وأصعب الحالات واحد ما لازم يستسلم أكو بعض الأفراد يوقعون نفسهم شايفين بعض الشياب أنا شايف بعد ما يطلع من البيت يقعد في بيته عندما قعد في بيته انتهى بعد ما يقدر يطلع بعد عضلاته ما تتحرك وتبدأ رحلة الضعف والإنكماش لازم إلى اللحظة الأخيرة يطلع يتاب يواصل المؤلف إلى اللحظة الأخيرة لازم يكتب أكو أحد المؤلفين كاتبين في أحواله أنه توفي وهو يكتب من المؤلفين المعروفين في شيخوخته فعندما رفعوه عن كتابته أو كذا شافوا آخر كلمة كتبها كلمة علي أي آخر كلمة وتوقف القلم إلى آخر لحظة لازم يأله الخطيب إلى آخر لحظة لازم يخطر الطالب إلى آخر لحظة يجب أن يطلب العهد واحد يجب أن ينهض نفسه ياخذ نفسه صاحب المشاريع إلى آخر لحظة يجب أن يواصل مشروعه وتأسيسه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثقتوا وبالذات في هذا العصر اللي نعيش التحديات الكبرى واذكروا الله كثيرا مقوم الثبات ذكر الله تعالى هؤلاء الذين في حالة التعذيب يقاومون التعذيب شيء لا يتصور انتو شوفوا المعذبين شلون يتمكن يقاوم هؤلاء الذين قاوموا في سجون صدام شلون قاوموا شلون قاوموا أنواع التعذيب التي يراها الإنسان حقيقة أقوى إرادة تضعف أمامها ولكن ذكر الله سبحانه الارتباط بالله الاتصال بالله كان واحد من المعذبين عذبوه في أحد البلاد إحدى البلاد تعذيبات جدا مشكلة وصعبة ومنها الإحراق بالنار الإحراق بالنار من أصعب التعذيبات اللم يكن أصعبها على الإطلاق بعدين واحد كان قايل لأنه كيف لم تعترف شلون حفظت نفسك قال ذكر الله تعالى واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون نحن يجب أن يكون منهجنا في الحياة كأفراد وكأمة منهج الثباط ومنهج المواصلة ومنهج المتابعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه الاستقامة جدا مهمة في كل أبعاد الحياة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا لعل المراد في لحظات الاحتضار ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي